الحمد لله الكريم ذلمنا على اشتغالي بفرود وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن بين ما معقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتحلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي عن التبعا على الذي من بمراري اغددا في السر والجهر يكون مغددا هو الذي هاجل للمدينة بأمر ربي فصان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير الورى الشفيع وعاله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داعي وعنش بك لا أعيم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجزوبا إليك بالله بك عليك ورضيت عنك مفوضا مصلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدتني اليوم بخير منني وقدتني إلى اقرفاء السننين من بعد ما كان امتداه الناس يدخلني في شرك الخناس وكبتني الأملاع والإقراء أزهد في التعليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسله بالمصطفى الشفير العين الرسلي وببنيه وبناته معاه ليشفعوا فيه سريع الأجمع يا بر يا غفور يا حليم إني غمر طائب مليم يا بر يا رحمن يا وقيد إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالح الأناني أمد هواي قل لما ناني يا خالقي يا كامل الصفات لك الشكيد كشرط الآفات وعندك الجلال والإكرار فنجني وأولني مراني منك أروم اليوم أن أكون بمن أبوا لغيرك الركون وألغطي عدد بن أهد المصطفى سنته البيضاء يا من اصطفى يا غافل الظنوب يا غريب إني عبيد هاهنا غريب لهب ذاكر ولي إخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى المهيمة بحرمة المحبوب إبراهيمة وليسف خير حلال طيب وخير جيرال بحق الطيب وصفني في بعض وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببكه رحية الصفية وقع ذايا أحربا وأجنبا ومسلما وكافرا في زينبا وأمني بالخير والسلامة بهم بكل سوب إلى القيامة ولي جد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي قد بجاه فاطمة صلي على أبيهم والآله وصحبه ولسه جب سؤالي وكن أنيسي وحبه من الضرر ونجني من اعترار وقرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي قد من الأكلار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في قبل البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا هبلي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل إجابا بيننا وبين كل أذن وتفعنا الحينا يا الله يا نصير يا جليل إني حقير معظم ذليل فلتغني بك وهب لي الأرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاة وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ظنوبي وتحب العملي وليهب خير منا وأمني يا مرعا من المكان والعرض إني ساكن هنا وبمرض فكن أليسي واشفهي من الصقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مثل يا غيومنو أنتم جيري هنا يا مؤمنو فأبدا كن مؤمنو يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وثلال يا من على عن جوجة وعن ولد خذني وحذ جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي ما استني طوبى أبد مثل اسمها بجاء غير من عبده وصليا عليه أفضل صلاة وعائه وصحبه ذوي الصلاة وكل من خدمني أوزارا فنجيه واخفر له أوزارا وكل من أهبني أو مانا إلي فارزق هدى أو مانا وكل من شتمني أولاما فعب له الطوبة واستسلاما فكل من أساء ظمنه بياه فليقلب قلبه يا رفيا والتكفني أذى جميع العالمين والتكفهم أذى يا رفيا أمين واجعل بنا إيابنا أعافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنا إيابنا أعلمين وعمل بسنة وحلمين واجعل بنا إيابنا ألغتاء ولتكف عني كي تكوني سعتداء ولتكفني التهرأ ذا الشيطان وهزبه الباغين في الأوقات ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عنه يدي وعمدار سريعا حيث عنه وتدخل المصلحة في يدي وفيه داري وصفتنه بالهاد الوفيه وأعلمي وأعلم من يعينني ولتكفني جملة ما يعينني ومسكني سلم من الفجاري وامن على الأهل بمال جاري واجعله رب مننا معجلة جالبا لمن مؤجلة يا حي يا قيوم كل يمجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرا لهذا البلد ورزقه والتنفيه عن أكديم وتثبت فيه جماعة تقيم الصلوات الحمزة بنيا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتنه وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والتكار والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض ضرًا وصماء من ظاهر وبادل اكتتما أيا لكيخ يا جريم يا جليل عام الجميعنا بلدفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح والدورنا بفعل ما أحببنا والدفنا عن فعل ما أبغبنا ولا تكن مبدليا منا أحد دهرًا بما ليس يتيق يا صند وهبنا القيسير والفراحة في قلدي الدارين والنجاحة بجاهز اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلاد ربد ولا اشتفاه عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق القيار والثقاء وهب لنا أفضل الذي آتانا وترك ما عفره نهانا حتى يكون كلنا في الخركاء مقدديا بسنة وستنا ونجدنا بجاهي من دعوة وتكفي عنا كذبًا وذهبًا وتكفينا الهوى وما لا يعني وبكذفًا أهلنا يا مغني يالله مغفرتك المؤمنة أوسع من ذنوب عاسم مهللة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواقذنا بسرء الأدب وبالتجرء وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نجو سواك كلنا تفضلًا ولا تواقذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيثنا من الوباء وكن لنازل من السماء وكن لما يظهر في الأرض وما بينهما يظهر يا رب السماء واجهر قلوبنا مع الجوارد للبر والتقوى بجاه الناس وصلّي النسكة صلاة دافعة عنا وباء من جلال مانعا عليه والآل بأفضل صلام وصحفه ومسكني خطيها صلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في التارين عني همّا وطهرًا قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربيا واجعل يميني كصحابي في صحاب ميمونة في شجة وفي رفاة يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرّب والآل والصف وشهر رجبي جلّي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدّم السفيقي وليّ جلّي الحق والتوفيقي بحرمة الموفّق الفاروقي وليّ رب سعادة التاريخ بحق عثمان أخي النوريه ثم بحرمة إمامنا عليّ فبّيّ في الدّالي نسيتني عثمين يا ربّنا يا ربّنا يا ربّنا يا ربّنا يا ربّ نقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين معه حرمة كلّ من إلى الصحف الجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والانبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغرّ البرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المُحدّس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربّ وماه يزوره من ملك فوق السماء وجاهد الذي هدى من صالحه أو مرشد أو عابد أو ناصمي وجار كلّ من إليك يُنسبه هبّي ما منك جميعا أطلقه وتكفني جملة ما أعوضه منه سريعا بك يا معيث فلتجمعا بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يوض يا بدي فلتغلقا بيني وبينه سريع أنا الذي أظلمت وجهي هنا إليك عازمًا على أن وصنا أنا الذي لست أميل أبدا بلا سواك ها هنا فنمدا نملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بره أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أتاب يا بره أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيك يا بره أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناسع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الحدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تريمه في بغداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهم حمايا ليكو الحسن العصير عن كل ذينام وظف كل خير وتكفي نياذ البقاء والقدم هذا الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا صلاحي وشر ما يقير ذا جناحي وشر من ينبس بالكلامي وشر ذي تجع وذي قيامي وشر من ينفذ بالعقود وشر ساذي وذي جهودي لك عقب يا إله الأسدا وحية وعقربا وأسودا وعاقدا ونافزا وسائقا وعائنا وساحرا وطائقا وليس والجن معا عني وعن كميع من قد أسلموا فيما علم بألف ألف الأفض لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد وتكفي نيشرف من وعيني وكل من قصدني بالحيل ونجني من ظلم كل ظالمي وشر كل جاهل وعائمي وكل صامت وكل ناطقي وكل مارق وكل طارقي وكل أرثل وكل فاضلي وكل قاهر وكل صائري وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مدي من شر جن مع الشيطان مري وشر ذي القرب وشر المائي والحر والبر وشر المائي وصود النياء وأيبني أبدا وطهر الحلب وصحف الجسد وهب لي القيامة في الليالي وصوم في النهار بالإكمالي وحل ينهي من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذكي لبي وافتح الرب لياء فتعا مبينا لا إباني سيا ولي أفع ذاقة ونورا وفي السرعة يصر المرورا وهب لي الثكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالك بديلي وهزبني وكن خليلي وعلمني من لتلك علمان حتى أصير رازق الخطمان وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في التاري لكن معها وفيه ما لآد ذا الملاذا ولي في التاري لكن معها وفيه ما لآد ذا الملاذا وصفيا ميقالما وقلبا وليها افترقية وهبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر قدا ولا تزل يا حبيب حاليا وحافظا وحالما وراضيا وجاذما ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا ومعصرا ومطفا بكل ما يدفعني وفي الكفاك وبسلك المثالك الخلاصي وتكفني عن جملة المعاصي وبسلك الرب طريق الأولياه أمن الجبائي المغنسين الأصفياه وأولني سعادة لست أراه شقاوة من بعدها أو ضرراه وتثبت الخبك في فؤاديه وحب خير الخلق في تماغين وحب آلي وسعدي جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العقا يا أجبين توزني في المصطفى المنتقبين ثم عليني صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقات الهدى وتغرني بهم بكل مسلمين ونجني من شر كل مجرمي وأغرني بطاعة والتكفني عن المعاصي وجميع الفتنين وتغرد الأغيال من فوادي وتلغي الأنوار في بادي وكن معيني على ما يصلح والتكفني جملة ما يخفه والترني دخائق الأسار من علمك النافع والأنواه وأرني اليقين والعرفان والزوق والغفان والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلح الأمة خير مرسله وفرجا عنه الجميع يا علي وارحم وبارث ثم عافق لهم ونجيهم وتغبهم واقفر لهم واجعل لي يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيفا في تمام واجعل جميع حركاتها لكا وسكناتي طاعة بفضلكا واجعل حياتي ومماتي بالسنن والفرض والمندوب سرا وعلا واجعل مماتي راحة لي من نصبه ومن جوا ومن مرام ووصبه وعمل جعل كله مقبولا حتى أكون مقبدا مقبولا ومسكن جعل مسكنا مباركا وصيرا ساردا وناسكا علوك أن تجعله دار الثقاء علوك أن تجعله دار الثقاء والعلم والدين ودار الثقاء وجنة لسالك المريد وجنة عبادك المريد ومرفعا لكل هاد المسلمين ومرفعا عن كل عاد المجرمين وحجدا لمن بدوم ارتداء ووجدا على مخالف الغداء ومضربا لطاعة الرهيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسكا لسبل اكتباع ومدربا لسبل اكتباع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل خير وسببا لفضل غير الغيب وسببا لدفع غير العيب وطور على برزق وأمان ورحمة وسعى كل أبان يا دامع الأسعى والأقدار في المصطفى البعث لسوء الضالي وغفر لمن قدوا جناء الرفي وغفر لمن أمره بجميع ولجميع من أعانوا مولا بناءها التي بفضلك اعتلا وقل لكل من بأحد سكنا وللذي لها لخير الغيبنا وتجعلنا تعدى الامتلال دورا ورحمة في الامتلال ورزق هجال أطيبا حلال في العسر والجسر على ثوالي وليجر فيه بعلم ينظر وربع تسليت بقلب يحشون ولي أكيد دعاء يصنعون مع القناعة من نفس تشفعون وزوجة صالحة معينه على الثقى والجر يا معينه وأصملا كنب سجلك أول علي مع جملة أهلي يا صمن وضع السراء لقاة حفلك على داري ومأفيا جميع المسكرات والبرق للجميع في مكنوني حيبك وحجبنا عن الفتوني وعن شرار الخرق والرزايا والجند والشيطان والبلايا وعن برمي بالتقى والنوري والزهد والورع في التهوني ومسكني دع المسكن الغفاني والرشد والعزان والرضواني ودار إغلاس وصدق وورا ودار سنة ومنجن من ضداء وجره داخل مسكن التعلمي وموضع الفكرة والتفهمي ومسكن الإرشاد والتعليمي ومسكن التصوير والتفهمي واجعلوا مسكن خروج من ظلمه بالنور وفع عنه كل من ظلم واجعلوا دافا مسكن اتباعي لسنة الله مسكن اتباعي واجعلوا يا رفي أحب مسكني في أعطنالك وللمعسني ودعم داري عن الفجوري والفسق والباطل في الدهوري وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطي شرفها وأكلها واجعل هريمنا هريمنا آمنا وكن بعرضي كثيرا ضامنا واجعلنا الخير من عند هذه حسسي وكفها عن الغافاني حضني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعود يا الله يا عفيد يا ذا الأمي يا بائق الخلق معا في القهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وكفها بيا يا ماما وغايا وفي إما عن اسر في الرزايا واسر معذابا نار عن جملة من بيتعلق من ابناء الزمن وجملة الإقوال من أحاربه في الطين أو في الدين والأجالب وليكن حظنا ودغبا يا صمد تولني ولا تكنني لأحد وارحم دميع المسلمين أبدا وصليا وسلما نصرمدا على محمد وسيلتي لك ولي أفضل الختام عندك ونصرف الصلاة للصحابة عن آله وأبلي الإجابة عن آله وأبلي الإجابة وتغفف الصلاة للصحابة عن آله وغبله الإجابة